طيب الآلي بيطلب من اتحاد الكرة النهاردة الآلي بعد جوابه الصبح أيضا لاتحاد الكرة بيطلب فيه التحقيق في الأخطاء التحكمية اللي بتقع في مباريات الآلي وانا عرفت انه كان فيه اجتماع النهاردة مطول وموسع قعد فترة طويلة وحضرته أطراف كتيرة مجلس إدارة الاتحاد لجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج بتشكلها وربطة الأندية بتشكلها برئاسة النهيب أحمد دياب الكل حضر في اجتماع موسع قعد فترة نقشوا كل الأمور وأهمها مشاكل التحكيم على حد وصف مسؤول الاتحاد انه الاجتماع كان إيجابي جدا وانه هم مبسوطين مسؤول الاتحاد على الربطة مسؤول الاتحاد ما هو أصل تحكيم مسؤولية الاتحاد فالربطة قدموا للاجتماع الشكاوى الكتيرة اللي جاية من الأندية بما فيها شكوى الناد الآلي وخطابه اليوم فأحيلت كلها إلى مارك كلاتنبرج للرد عليها والتحيي فيها في كل وقع النادي ذكرها والأندية الأخرى اشتاكت منها الاتحاد عنده ارتياح للاجتماع انه كان إيجابي جدا على حد تأكيدهم وانه كلاتنبرج تفاهم انه أولا اعتذر على انه الفترة اللي فاتت نظرا لسفري لكاس العالم واللي جات بعدها أجازات الكريسماس فوعد انه حيستقر وانه هو حيدي هذا الملف تركيز شديد ووعد انه مسألة التعينات هينظر فيها بتدقيق وباهتمام وانه خلاص تعرف على قدرات الحكام اللي موجودين وكان المهم من الاتحاد الكورة قال له عايزين نحس ان فيه طفرة عايزين نحس ان فيه عناصر جديدة عايزين نحس ان فيه مردود حصل وعدهم انه الفترة الجاية هتشهد تغيير جزري في هذا الملف وانه حيشوفوا حاجات كويسة نشوف صفارة جديدة واحدة معايير واحدة ده اللي اتفقوا عليه او اللي توافقوا عليه ايه اللي هيحصل فيه تحيئات ماركك لاتنبرج في شكوى النادي الاهلي والشكوى اللي وصلت للاتحاد من الحكام ده اللي بالاتحاد بيراهن عليه مع الربطة انه حدبان نتائجه الفترة اللي جاية نأمل ده ان شاء الله